كتاب مقدس بيقول مع المسيح صليفت لا أنا بل المسيح يحي فيه فأنا دلوقتي مش بعيش رشا أي بني آدم بيقبل عمل الصليب بيقبل أنه يتشال الدين من عليه يتشال حجم الخطيئة أو الإثم أو الأخطاء اللي هو عملها ضد ربنا فبالتالي بيبقى في نتائج كتير قوي مترتبة للصليب وكل إنسان أنا شفته في حياتي كواء أن كان مسلم أو غير مسلم ملحد أي إنسان محتاج الصليب الصليب هو نقطة التحول اللي بتخلي الإنسان تحول من أن هو ماشي لوحده في الحياة ماشي وهو مش عارف رايح على فين أهدافه هي أهداف أرضية إلى إنسان مختلف تماما عارف إن في حد ماشي معاه عارف إن في حد بيحميه عارف ومتأكد إن في حد عينه عليه كل الرحلة واللي عليه عينه دهوت مش أي حد مش بني آدم ده الله الخلق الكون متحكم في الكل الخليقة اشتركوا في القناة